الجسم ليه ثلاث مداخل ثلاث أنظمة للتحكم آه أنا شرحت كده فعلا نظام الهرموني والأنظمة دي لما بتبوز بتعمل مشاكل عندنا النظام الهرمونات هرمون الغضة الدرقية هرمون الغضة النخمية هرمونات هرمون الكورتيزون والهرمونات دي بقى لما بتزيد وتقل تعمل مشاكل بذات أنت مشهورة بقى لهرمون الغضة الدرقية لو زاد بيعمل مشاكل ولو قل بيعمل مشاكل وليها علاقة بالحالة النفسية يعني هرمون الغضة الدركية ده ممكن يؤثر على الحالة النفسية ده نظام فيه النظام العصبي اللي هو الأعصاب العصاب دي عندنا رئيس المركز العصبي ده اللي هو المخ والمخ ده نازل منه أعصاب ونازل منه حبل شوكي وده متحكم في الجسم كله فدي طريقة يبقى أن الجسم ده عشان يمشي مكنة كده تتحرك محتاجة هرمونات ده مواد كيميائية عملا تطلع في الدم ومحتاجة أعصاب اللي هي المخ والحبل الشوكي وطلع منه أعصاب فيه بقى نظام طاقة بقى بيقولك اللي هنا فيه شكرز ده بقى اللي هو ايه عاوز تسميه سودو ساينس عاوز تسميه كمبليمنتري ميدسين عاوز تسميه زي ما تسميه يعني مش الطب اللي متفق عليه حاليا لإني ايه زي ما قلتلك لو مش مدر استخدامه عادي ما تستخدمه يعني انت أنا عندي مرضى هنا في كندا بيروحوا إيرلندا ممكن بيشارلكوا الفيديو بيروحوا إيرلندا هما في كندا بيروحوا بلد تانية اسمها إيرلندا أوكي لوحدة بتعالجهم بالطاقة وبعدين صوروا لي الفيديوهات فيديوهات أكينك بتطلع على فريق وبعدين يعني بيقول لي أنا حس انها مبسوط بعدها وهو بيروح للست دي بتعمل الموضوع اللي لك بالطاقة ده يا عمي مش انت بتاخد أنا دكتور كتب لك دواء وانت بتاخد الدواء صح؟ وماش على الخطة العلاجية وانت كمبليمنتري كده اضافيا بتضيف طاقة بتضيف بقى الصلاة بتضيف الأديان بتضيف التأمل بتضيف اليقظة هي حاجات أنا علميا على المستوى المادي الفيزيكال أنا مش قادر يعني أشوفها شغالة زي أنا مش قادر أشوفها وهي مش مضرة حلو؟ أخلص مش هعملها أنا كطبيب أنا مش متضرب عليها فهمش أعملها المريض بيسألني بقى أعملها ولا ما أعملهاش ده حرية شخصية أنا اللي أنا بقوله إحنا يعني هنا في كندا هتقول إلي المريض ده يعني يعني متحكم فيه ومتعلمين يعني في طب كل الطب إحنا متعلمين عندما يأتي صورة الطاقة أو الحاجات دي نقول له ما فيش مفيدنس عليها يعني ما عنديش إفيدنس قوي يعني ما فيش دليل بالتجربة العلمية عليه بس أنت عاوز تعمله اعمله هو مش هاي مش شايفين له درر الدرر قلت بها مليون مرة بقى أن أنت إيه هروح ما أخدش العلاج الكيماوي أو ما أعملش عملية اللي هتشيل السرطان وأتحكم وأشتغل على نظام الطاقة على إن هو هيخفف لي السرطان ده بقى هنا المشكلة ولازم نمنع المشكلة دي داليا ممتاز يا داليا هنري كلاوت صح هو ده مؤلف كتاب باوندرز اللي هو الحدود أعاوز كل الناس تقرأ فأنا كل الناس تقرأ كتاب هنري كلاوت بتاع الحدود طيب تقرأ تقرأ